طبعاً ما كنتش متوقع أبداً إنه الموضوع ممكن يعجب الناس بس أنا الفيديو اللي لما نزل خلاص سامح سنت عارف إنه يعني بقى صانع محتوى الناس بتتفرج على فيديوهاته ومستنية فيديوهاته معظم جرائم السيدات يعني أنا في الأول عشان كده إنت بتتهم إن إنت بتتكلم عن الجرائم النسائية أكتر من جداً يعني الجرائم اللي بيعملها الرجال جداً أنا كتبت عدد حلقات كبير في مجال اللي هو صناعة المحتوى اللي أنا متخصص فيه ده الست دائماً أكثر إبداعاً حقيقة فيه ارتكاب الجرائم شهادة غالية دي شهادة آه بس هقولك السبب لأن أنا لقيت إنه معظم الجرائم اللي الواحد كتبها أو حولها لشكل قصة مرئية الراجل مباشر جداً سطحي جداً في تنفيذ الجريمة وفيها صعوبة طبعاً مش حاجة حلوة لكن الست فيها تخطيط شوية وده بدء حتى من الجرائم العالمية يتلاقي أشهر الجرائم العالمية البطلة يتلاقي دايماً سيد هم أزكى شوية في إطارية التعامل طبعاً دي مش سيمة عامة لكن ده اللي لقيته في القصص الغريبة